بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الرابع العدادي في هذا الدرس الدرس الثاني من الوحدة الثالثة الذي يتكلم عن المضارع التام البسيط مثل ما تلاحظ أمامك عزيز الطالب أنه وحدة الثالثة يون ثري اللي هو الدرس الثاني وهنا عدنا تمارين عليه بالكتاب بالكتاب الكراسة صفحة 42 و43 هم إن شاء الله سوف نتناولها في هذا الدرس وأيضا اللي هو محور درسنا وهو أساس درسنا اللي هو المضارع التام مع شنو هنا أكو تركيز على الأدفابس اللي هنه ظروف الزمان عدك other never yet and already هسه أنا أول أمر راح أشرح الزمن بالتفصيل بعدين أشرح ظروف الزمان وآخر شي أتناول التمارين اللي موجودة بالكراسة ننتقل ونشوف زمنه طبعا هذا بصفحة 29 اللي يتحدث لي عن زمنه لهذا اليوم اللي هو present perfect symbol المضارع التام البسيط مضارع تام بسيط طبعا هذا الزمن إنك إذا تريد تتحدث لي عن حدث حدث بالماضي استخدام إحنا شوقت نستخدمه حتى نعرف حدث حدث بالماضي أوكي ما تعرف شوقت حصل وما تعرف شوقت انتهى أو ينتهي فهذا الزمن نستخدمه الهتشي حاله شون استاذ مثلا تقول I have lost my key ضيعت مفتاحي شوقت ضيعته أكون نقطة محددة لا شوقت انتهى لقيته لا فأنت ما تعرف عن الحدث يعني وقت الحدث بالضبط ما أطول عليكم ننتقل المن للشكل الزمن شنو شكل الزمن لازم نخلل كل زمن شكل حتى نميزة من زمن إلى آخر انت أخذت بصف الرابع عدة أزمنة المضارع البسيط المضارع المستمر الماضي التام الماضي التام المستمر فلازم تميز من زمن إلى آخر شنو الميز كيفية تميز الأزمنة من خلال الشكل الشكل يتكون من ثلاث نقاط النقطة الأولى الفعل المساعد هاي النقطة الأولى اللي هو الفعل المساعد ما هي الأفعال المساعدة المستخدمة في زمن المضارع البسيط عندك الهاتف والهاتف يسأل طالب استاذ ليش اثنين خون استخدم بس فعل مساعد واحد ليش ذن اثنين ايه لان انت عندك فاعل مفرد تاخد لهاتف وعندك فاعل جمع لازم تاخد لهاتف المفرد هي وشي واتف والجمع اي يو دي وي هذا اول شي اذا الفعل المساعد هنا هاتف وهااتف بعد الفعل المساعد لازم يجيني فعل رئيسي بالتصريف الثالث لازم يكون الفعل الرئيسي بالتصريف الثالث حتى اقول present perfect اذا هذا وهاف وحدة من عدهن زاد فعل بالتصريف الثالث يكونن لهذا الزمن يعني انت مجرد تشوف هاف فعل بالتصريف الثالث present perfect مباشرة استاذ شنو فعل بالتصريف الثالث فعل رئيسي ياما اضيف لايدي ياما يكون شاث وعندك موجودات الشوات في نهاية الكتاب هذا النقطة الثانية هذا الشكل الزمن لحد هنا بعدها راح اتناول ظروف الزمان ظروف الزمان شوية راح اركز عليهم لان هو مركز عليهم بالكتاب راح اخذ لك فقط اربعة طبعا هنه تقريب سبعة عدد هن سبعة عندك بعض سنزوفور ما ذاكرهن انا راح اركز فقط على اللي موجودات اما انت ان شاء الله بالصف الرابع بالصف الخامس ان شاء الله السنة القادمة راح يجيك هذا الزمن و راح يضيف لك سنزوفور و راح تتروح علما الصف السادس الاعدادي و ايضا وحدة كاملة على البرزن البرفكت او على البرفكت التام بصورة عامة اذا هذا الزمن مهم جدا جدا خلي عندك اساسيات تستفاد من عدن في الوقت الحاضر بدراستك بامتحاناتك و ايضا تستفاد من عدن بالمستقبل لانه على اتصال يعني وطير في الخامس و السادس الاعداد يعني حتييقات دائما هذا شكل الزمن هذني الى شفتهن معناه مضارع تام راح ننتقل من حالات الزمن الحالة الاولى هي دائما نحن نعرفها افرماتيب يعني شون استاذ افرماتيب يعني مثبت راح اخذ انش اخذ راح اخذ جملة we have been to paris يعني ذهبنا الى باريس شو وقت ذهبنا ما تدري شو وقت ارجعنا هم من تدري فهنا ما عندي وقت محدد لكن الحدث شو وقت صار صار بالماضي هذا البرزن يعني حدث صار بالماضي غير معلوم ما بوقت اوكي نجي المن نجي للنقطة الثانية طبعا هاي النقطة الثانية she has gone to the mall رحلت ذهبت الى المال رحت للمال شو وقت راحل ما تدري اوكي وبعده لحد الان ما رجعت شو راح نسوي راح نسوي قاعدة على هذني الجمل فمثل ما تلاحظ عندك بدينا الجملة في subject subject يعني الفاعل سواء كان اسم او جمع هنا subject يعني جمع خلينا شخلينا هاف تلاحظ subject بعدها هاف اذا كان شنو جمع اما هنا بهاي الجملة subject she يعني مفرد شخليت خليت has اذا subject has اذا كان الفاعل مفرد وهاف اذا كان فاعل جمع وبعدها فعل بالتصريف الثالث يا اما يقبل ايدي يا اما شاد وان اثنينات جايبهن شوار هذا بالنسبة الافرماتيب شون يجيب الامتحان مثل هذا يعني يجيب لك he leave the school correct وشي يخلي لك يخلي لك واحدة من هذن الازمن واحد من هذن الظروف واحد من هذن الظروف بس انا ما خليت هسه لان زمن مبين يحكي على present perfect انت شون راح تحليه طبعا يخلي لك واحد من هذن الظروف never yet already حتى انك تميزه اوكي بعد شون راح تتحليه تمشي لع القاعدة جيب subject اما هذا عدي مفرد هو subject ينزل بعدين اكيد راح تخلي هذن بعدين لازم تحول لهذا الفعل للتصريف الثالث تكمل الجملة وتخليه نبطى هذا correct هاي الجملة عليك انت اشتغل عليها بعد شعدك عدك negative شنو negative يعني نفي negative يعني نفي يعني ناطس اوكي يعني لازم تستخدم لناطس ناطس واحدة تشتغل لا استعد اشتحتاج فعل مساعد ما هي الافعال مساعدة في هذا الزمن اللي هنه الهاف والهاف بعد نشوف اش عندي مثلا الجملة التين اللي اعلى هنه في اناهن we haven't been to Paris اذا سووا مقارنة بين هاي الجملة بنا فيه والجملة اللي بالمثبت اعلى راح تشوف انه فقط ضفت ناط ناخد الجملة الثانية she has not gone to the mall تلاحظ انت تريد تختصر اختصر تريد ما تختصر بكيفة she has not gone to the mall فماذا ان ما تلاحظ فقط ضفت ايدات النفي اللي هي ناطس الى الجملة طبعا هذان الجملتين نفي شون انا اعرفت من خلال الناطس زين هذا الشي اعتبر نفي ظاهر اذا شفت الناطس يعني هذا ظاهريا انه من فيه من خلال الناطس راح نسوي القاعدة نشتقل قاعدة مثل ما تلاحظت الجملتين بدأ نبصبجة بعدها اذا كان الفاعل مفرد اخلي هاز واذا الفاعل جمع اخلي هاب وبعدها الناطس لان عندي نفي وبعدها فاعل رئيسي بالتصريف الثالث واكمل التكملة واخلي نقطة اش اريد من عندك اريد من عندك تنفيلي هاي الجملة بعد اروح للحالة الثالثة اللي هي السؤال هسا صار عندي يعني نخلي الفعل مساعد بالبداية وبالاخير علامة استفهم مثل ما تلاحظ هاذ ويبن تو بيرس هل ذهبنا الى بيرس فهنا نسوت من اتقارنها بالجملة على الجملة المثبتة راح تشوف انه الهاف كانت هنا وانقدمناها بالبداية وكملنا جملتنا وش خلينا بالاخير علامة استفهم هاذي الجملة كذلك كانت الهاف هنا خليناها بالبداية وانتبع شوي اقشي اسمه اللي هو التنقيض بداية الجملة حرف كبير واذا كانت الجملة بعد يفاعل اخلي نقطة اما اذا بدأت بفعل مساعد مثل ما تلاحظ امامك تخلي لي علامة استفهم واريد من عندك هذه القاعدة مثل ما تلاحظ لي طبعا القواعد لازم تكتبهن عندك هاذ وهاذ هاذ اذا كان السبجيكت شنو مفرد وهاذ اذا كان السبجيكت شنو جمع وبعديا فعل بالتصريف الثالث وتكمل الجملة وما تنسى لي اللي هي علامة الاستفهم اريد من عندك هاي الجملة سوي ليها طبعا هي هاي نفسها الجملة اللي جبت لك ياه بالنفي جبت لك ياه هنا ايضا سوي ليها شو سوي ليها سوي ليها نفسها ش راح تسوي حسب القاعدة اعلى اللي هاذي مثل ما تلاحظ امامك بعد اش اريد اريد من عندك هذني تحلي ياهن اوكي ذني تحلي ياهن على طريقة present perfect symbol المضارع التام البسيط طبعا اذا اقل لك correct لازم يطيق ظروف زمان وانا ما اشتغلت على ظروف الزمان هسا لانا محدد الهن فقرأ الوحد بعد ما كملنا شرحنا لهذا الزمن ان شاء الله راح ننتقل المن ننتقل الى ظروف الزمان ظروف الزمان بالزمن present perfect راح اجزئهن واشرحهن يعني بالتفصيل اوكي اول ظرفي زمان عندي الـ ever والنفر مثل ما لاحظت بالبداية انت كتبت لازم تكتب لي الـ ever والنفر بالبداية منطيتك شكل الزمن ثلاثة نقطة ثلاثة ظروف الزمان راح تيجي الـ ever والنفر الـ ever معناها شون نقول مطلقا الـ never معناها ابدا اوكي فهذا الني هتشي معناها بعد هاي راح ناخذ قواعدهن افكارهن شنو على شنو يحجن مجزئهن طبعا اني عدي use ever استخدم لـ ever to ask a question حتى نسأل نسأل يعني تستخدم مع السؤال about any time in the past فنستخدم ever to ask a question يعني مع السؤال للسؤال about any time in the past مثل ما قلت لكم بالبداية انه هذا الزمن يحتي لي على حدث حدث بالماضي بنقطة غير معرفة او غير محددة بعد مثل ما تلاحظ هذه الجملة have you ever traveled by plane have you ever traveled by plane فالملاحظة اللي اخلي اريدها ببالك تخليها ترجية باذانك اللي هي زبدة هذه النقطة انه الـ ever تجي لي مع السؤال مع الـ question مع السؤال الـ ever مع منه مع الـ question هاي خليها ببالك اهم شي هاي اوكي هسا رح اقول لك اشون يجي السؤال وشون انت رح تتجاب رح اخذ الثانية اللي هي مثل ما قلت لك نا عندي other never رح اقل لك use never نستخدم never to make a negative sentence حتى نسو جملة شنية من في من في ليش لان معناها ابدا هاي يعني نفي اوكي about any time in the past بأي وقت محدث وين في الماضي لاحظ هذه الجملة he has never left بازرة يعني هو ابد ما ترك البصرة وعاش بها كل فترة حياته فهنا عندي نفي زي نستاذ تا مو قلت نفي نخلي ناط اي ذاك يصحول يا نفي نفي ظاهر هذا شي يصحول نفي ضمني ليش ذاك ظاهر لان عندي ناط هذا ليش ضمني لان ما عندي ناط عدي المفردة never اللي معناها ابدا هي اللي تشير علي من على النفي بعد عندي فكرة اخرى ومهمة جدا يقول put نضع ever or never من الجملة اذا خلينا high او high لازم موقع حين وين يكون موقع حين وين يكون before the past participle قبل الفعل الرئيسي اللي يكون بالتصريف الثالث نلاحظ نشوف كلام نصاح قبل الفعل الرئيسي مثل ما تلاحظ ever وبعدين ايجا travel اللي هو فعل بالتصريف الثالث ضفنا لأيدي الجملة الثانية never والنوب left اللي هي فعل بالتصريف الثالث اذا فعلا never will ever تجينا قبل الفعل الرئيس هذا بالنسبة لل position اللي هو الموقع رح ناخذ هذه الجملة وهو هاتشيج يجيك هسا ويجيك بالخامس ويجيك بالسادس اعدادي هذا بهذه الطريقة يجي واذا عندك واحد من اخوانك من اصدقائك اسأل استاذك هو رح ينوه يقول لك ترى ذني مهمات بالسادس ودائما يجينا للسادس الاعدادي لذلك ركز فهنا يقول هل أكتب 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 يعني انت هما اكل مطلقا ابدا اكل صيني و question mark بما انك شفت علامة استفهام لازم تختار تختار لي الأفر مباشرة لإيش لان قلت لك الأفر مع منه مع السؤال إذن الأفر هي هاي اللي اختارتها أما النافر عادة تكون الجملة انتهية بنقطة معادة دائما دائما الجملة تنتهي بنقطة يعني هنا إذا جاب لك نفر وأفر بهاي الجملة لازم تختار نفر لأن مو سؤال والأفر دائما تجي لي ويا السؤال خليها بالقاعد هسا بعد ما كمن الأفر والنفر استخدام هن ومعناهن وموقع وش وقت شون يجي بالمتعان وشون أجاوب راح ننتقل للمن راح ننتقل لليت اللي معناها لحد الآن مهمة جدا وزاريا وهسا وبعديا مهمة هسا راح نشوف استخدامها نستخدم لليت حتى نسوي نتقل جملة منفية جملة استفامية إذن الفكرة هنا من ذهب اليت تجيني مع الجملة المنفية وتجيني مع الكوستجن اليت تجيني مع الجملة المنفية وتجيني مع الكوستجن خلي هاي الفكرة بالا هسا راح نروح نشوف جملة أو سوري ناخد بعض مفهوم عليها موقعها البيزيشن اللي يقول always use but always put yet دائما نضع اليت اللي هي هذي اليت ذاتنا اللي هو الظرف at the end of the sentence في نهاية الجملة أو نهاية السؤال مثل ما قلت لك احنا عدنا negative sentence وعدنا سؤال موقعها وين دائما تكون في نهاية الجملة أو في نهاية السؤال هذا البيزيشن هذا الموقع يت تجيني مع النفي ومع السؤال موقعها في نهاية الجملة معناها لحد الآن لاحظ هذا المثال they haven't taken the boat ride yet يعني هما لسه لحد الآن ما صعدوا في ركبة القوارب تعرف انه مدينة المائية أو بعض المتنزهات تحتوي على قوارب أو حتى على ضفاف النهر من يرحون نزه فهنا يقول they haven't هم لم يأخذوا ركبة في القارب لحد الآن قواعديا عندها haven't عندنا فيه بما انه عندنا فيش استخدمت yet زين حتى لا بالجملة ينطيك الجملة ذن الفعل الرئيسي مثبت ويضطيك yet بالاخير ويقول لك correct لازم شي تسوي لازم تنفي بس شون الجملة انتهي بنقطة هذا بالنسبة المن الى اذا كانت الجملة من فيها مثل ما قلت لك ويأتيها تجي بالنفي وتجي بمن تجي بالاستفهام هاز نادية فنشت هر هومو كيت وكوستشن مارك اذا تجي بالنفي وتجيني بمن بالسؤال في هذا الزمن اللي هو المضارع التام البسيط طبعا بعد ما كملت لك انه شون تجي بالامثلة ان شاء الله راح اقول لك شون تجي بالامتحان لاحظ they see the permit yet فهنا هذا الفعل بين قوسين يقول لك correct the verb صحح للفعل مثل ما تلاحظ عزي الطالب هناش عندك منها عندك yet ومنتهي بنقطة اذا هاي مو جملة السؤال لكن انت ش عندك عندك yet اذا قدامك حلين يا اما سويها سؤال يا اما سويها نفي منتهي بنقطة اذا ميريد سؤال لازم شي يريد لازم تنفيلي هنا فاش راح اصير الاجابة they haven't seen the permit yet يعني هما لم يروا الاهرامات لحد الان فهذا بهاي الطريقة بهاي الحالة مختصر بسيط yet معناها لحد الان تجيني مع جملة المنفية والاستفامية موقعها في نهاية الجملة يجي بهاي الطريقة نروح المن نروح للأورادي ونشوف شنو مفاهيمها والأورادي بسيطة نوعا ما وقل ما تجي بالامتحانة ليش راحا نقول لك ليش نستخدم الأورادي لتجي بسيطة المنفية اذا يجيني مع الجملة المثبتة والسؤال الأورادي تجي مع المثبت والسؤال بعد يقول but already نضح already before قبل the past participle يعني قبل الفعل الرئيسي اللي يكون بالتصريف الثالث hour اذا اول شي قبل الفعل الرئيسي أو at the end of the sentence يعني موقع حهم قبل الفعل الرئيسي أو بالنهاية تريد تخليها بالنهاية صح تريد تخليها قبل الفعل الرئيسي كذلك صح مثل ما تلاحظ هاي الجملة I have already made a reservation يعني اني للتو طبعا معناها للتو للتو اني حجزت لحد يعني قبل شوية قبل مهلة قبل وهلة sorry انه اني حجزت فأورادي تجي هناك وبإمكانك تجيبها تخليها بالاخير وتخلي نقطة يعني هم تجي هناك قبل الفعل الرئيسي وهم تجي بالاخير تجيني مع جملة السؤال Have you already parked your suitcase طبعا كلمة parked يعني بتجيب الغراض وتخليهن في الحقيبة حتى للسفر حتى تذهب إلى مقان ما فنقول يحزم أمتعته أو أغراضي فهج تجي Have you already parked your suitcase فمختصر مفيد على already ممكن ليش مهمة يعني لكن موقعها قبل الفعل الرئيسي قبل الفعل الرئيسي أو شيرها تخلي ليها بالاخير تجيني مع الجملة positive sentence الجملة المثبتة اللي هي affirmative وتجيني مع ال question هذا already اللي معناها للتور بعد ما كمن شرح الموضوع القواعدي وظروف الزمان الخاصة بي راح ننتقل المن راح ننتقل للتمارين مثل ما تلاحظ أمامك تمارين بي موجود بصفحة 42 تمارين أي ما جبتها مو مهم وتمارين سي أيضا راح نتناول short answer علي هذي هم طريقة أخرى بالامتحان يقدر يجيب لك ياها عليمن على الأفر شي يقلك write questions سوي لي أسئلة أو سوي لي سؤال لأنه يجيب لك نقطة واحدة with ever وش يطيك يطيك الفعل الرئيسي الفاعل يو طبعا انتهي ثابت بي تو يوروب فتجي أول شي وشي لك question والفاعل يو بما انه الفاعل يو راح تخلي half ما يصير هاز ديش لأن اليو جمع فجبت الهب بعدين اليو والنوب الأفر هو قائل لك استخدمه وبعدين البين منين جبتها البين هذا الفعل الرئيس المن حولته التصريف الثالث الصار صار بي تو يوروب وتخلي علامة استفهم أنا راح أحلهم إلك فاني اجي عندي هذا فعل الرئيسي وهذا المكان اللي أنا راح أحلهم فأكيد راح أخلي have you ever have you ever been تو طبعا الhave you راح تتكرر يعني دائما ذا نفس الستة راح أخلي have you والأفر هاذي بعدش عندي يبقى عندي الفعل الرئيسي هذا الفعل الرئيسي والتكملة هاي بتكملة هل رايح في الطيارة؟ فمثل ما تلاحظ عندك taken شوف هذا الفعل المهم حوله للتصريف الثالث بعد عديت جملة الثلاثة هل رايح صارت gone camping gone camping هاي الـGo صارت gone camping بعد see an orex فاش راح حصير هل رايح صارت gone أوريكس طبعا أوريكس نوع من أنواع الحيوانات هنروح المل للنبطة الخامسة فهنا عندك إيت راح يتحول التصريف الثالث وهي التكملة تنزل عندنا هل أنت ماكل يعني مسبقا الطعام الطعام الصيني نمبر سيكس عندك الفعل سوام راح يصير سوام in the red sea have you ever سوام in the red sea يعني بحياتك عمرك حياتك إنت أو بالماضي أنت سبحان أو سابح in the red sea في البحر الأحمر فهذا إجابة تمرين بي راح ننتقل ننتقل إلى تمرين c وبسيط جدا فيقول take turns تبادلوا الأدوار asking and answering the questions اسألوا وجاوبوا على الأسئلة فهذا الأسئلة نفسين اللي حتياتي أني بتمرين بي تقدر أنت زميلك يسيلك وأنت جاوبة لكن هنا عندي short answer اللي هو إجابة القصير مثل ما علمتكم أعزائي الطلاب أنه لا بدأت فعل مساعد الجملة أي فعل مساعد لازم تكون الإجابة يأما يس يأما نو بناء على شنو على المعلومة يعني بناء على المعلومة اللي إتها تعرفها إذا إي قل له يس إذا نو قل له نو وتجيب الفاعل I haven't yes I have بس مثل ما تلاحظ إذا خليت نو لازم تخلي نطينا حتي يصل عندك من في من في وذا خليت yes ما عندي مباشرة النبطة فش راح تكون مثبت مثبت هذا اللي موجود بصفحة 42 راح نروح على تمرين d وتمرين e أيضا اللي يحشى اللي على present perfect symbol بتمرين d يقولكم believe the sentences أكمل الجمل يعني مثل محادثة مثل ما مفاهيم يطيك ياهن وإنت ذنب بين قوسين الصحيح حنو تخليهن ومثل ما تلاحظ أنه كل هن شبيهن بيهن never كل هن شبيهن بيهن never فمما أنه never إذن زمن الجملة مبين present perfect فمثل ما تلاحظ يقول لك ماريا has been to Italy فهنان صارت ماريا عوضت عنها بشي has never شي استخدم لي استخدم لي never ومثل ما علمتك أنه never دائما موقعها قبل الفعل الرئيسي فلاحظ تاريك has been to Egypt أوكي to Egypt فهناش راح الجملة تقول هو راح المصر لكن لم يذهب المن لم يذهب إلى انجلانش راح تكون he has خليت has لأن هذا مفرد وجبت never اللي هو مطيني ياهن وحولت البي إلى بين كمت الجملة وخليت نقطة مراشد has driving a car أوكي a car لكن السيارة اللي ساقها مو جيب مو سيارة جيب فاش راح تكون إجابة he has never driving a جيب مثل ما تلاحظ فالhas مفرد never هو قائل اللي استخدمها وdrive صارت driving مثل ما تلاحظ حولتها لتصريب ثات كمت الجملة نور has visited Baghdad lots of times زارت نور بغداد كثير من المرات لكن لم تزور من هو لندن ش راح تصير الجملة she has never visited London جبت never خليتها وجبت الفيزت ضفت لها ايدي حتى حولها للتصريب الثالث نور فور جون has studied Arabic for three years درس العربية اللغة العربية لمدة ثلاث سنوات لكن الفرنسية لم يدرسها قط فمثل ما تلاحظ he has never studied French فhas لأن هذا مفرد والnever هو من طينية وستدي لازم أحوله للتصريب الثالث صار study خمسة أخيرا فريدة has played tennis since she was seven يعني لعبت التنس عندما كان عمرها اشغال سبعة سنوات she is squash فنجي لهاي الجملة she has never played squash مثل ما تلاحظ فعل حولنا ايدي خلينا never وخلينا has لأن هذا مفرد هذا بالنسبة المن بالنسبة الى تمرين بي دي سوري راح ننتقل المن للتمرين الاخير من هذا الدرس واني اسف جدا لانطولت عليكم لكن هاي المعلومات انتو تستفادون منعتها فانيجي نقول بشير is preparing for travel grace يريد يروح لاليونان match the beginnings and the endings اربط لي البدايات مع النهايات of the sentences فمثل ما تلاحظ هو جار خط رابط لأول وحدة اني ما اجر خط حتى مصر خبصة راح اجيب ذني الارقام خليهن امام الجمل وانت تكتبهن بدفترك وحدة مع وحدة طبعا هات تمرين مهم جدا جدا يجيب الفانكشن اللي هي التمارين القواعدية اللي يصير اسفل تمرين القواعد فانيجي he has already decided where to go هو قرر للتو الى اين سوف يذهب فهذا اربطها مع هاي نيجي الثانية he has already spoken يعني هو قبل شوية تحدث المن two the travel agent اللي هو اللي موجود بي شون مالت الطيران اوكي بعد three he hasn't called وكالة الطيران يما تجي he hasn't called الثالثة he called the hotel yet لحد الان ما اتصل بي من في الهوتل وذا تلاحظ هنا عندك جملة منفية ايش عندك هنا بالنهاية yet اذا نجيت معنا بعد three four he has already bought قبل شوية او يعني قبرها من الوقت اشترى اش اشترى some sun cream اشترى هذا اللي هو شون يقول الكريم اللي خاص بالشمس اللي يستخدمونه بعد number five he hasn't bought لم يحزم عندي نفي he hasn't عديت لازم he hasn't bought his suitcase يتلاحظ الآن لم يحزم امتعته number six واخيرا he hasn't found his passport yet لم يجد الباسبور اللي هو جواز السفر لحد الان طبعا لهنا انتهى دارسنا لهذا اليوم